طيب نستكمل بقى أخبارنا وكلامنا عن بعثة منتخب مصر لكرة اليد يمكن البعثة هترجع النهاردة خلاص بالليل من معسكر ألمانيا بعد خود وديتين مع منتخب الماكينات استعدادا لأمم إفريقيا اللي هتصطدفها طبعا مصر خلال شهر يناير المقبل ويمكن هيشارك منتخب اليد في بطولة الدوري الذهبي في الفترة من 3 وحتى يوم 8 يناير المقبل دي هتكون بالدنمارك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية وهيخود منتخب مصر الرجال اليد في هذه البطولة الحقيقة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك وإنرويج وهولندا يمكن عايزين نتكلم أكتر أن ده هيكون استعدادات قوية جدا مع منتخبات زي ما بنقول كده تلاس اي يعني في اللعبة فمحتاجين نحن نعمل حساب بالمرحلة دي أكيد بشكل كبير وفي السياق آخر طبعا طلب مسؤول الاتحاد المصري لكرة اليد من الاتحاد الأفريقي تأجيل انطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام 19 من يناير مقبل بدلا من 18 ده طبعا بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة جدا مع غانا في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكاتفوار كرة اليد من الملفات اللي بتقرب شوية من السكواش والنجاحات اللي طبعا اللي عابتنا المصريين في عالم السكواش بحقق إنها وعلى المستوى والصعيد العالمي فالهي حاجة مشرفة جدا جدا ونتمنى أن هذا النجاح يتم استنساخه في كل الرياضات